موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد نبدأ جولتنا الصحفية من الموقع الإلكتروني لجريدة أخبار اليوم ونقرأ يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي تحت عنوان البابة ودروس يوجه رسالة لاستقبال العام الجديد عرد المركز الإعلامي للكنيسة القطية الأرثوذكسية كلمة لقدسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية قدم خلالها رسالة للشباب وخدام الإبارشيات بالكنيسة الأرثوذكسية وجاءت رسالة البابة ودروس عن تجديد المعرفة والدراسة والقراءة وقال البابة ودروس إن من أهم التغيرات التي يتطلب وعيها أن نجدد فكرنا وأدهننا من خلال القراءة والدراسة والمعرفة وكيف أستطيع أن أخدم الآخر حتى يستطيع أن ينتج ويخدم المجتمع وأضاف قدسة البابة قائلا إن وظيفة الكنيسة وخدمها هي خدمة الآخرين مستشهدا بخدمة إخوة الرب وهي إحدى الخدمات الكنسية الخاصة بالمحتاجين ودورنا أن نعطي هؤلاء شعورا بقيمتهم الإنسانية ويشعر أن المال الذي يحصل عليه من تعبه ونتيجة عمله نذهب إلى الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام نقرأ يوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي تحت عنوان الحكومة تقنين أوضاع تسعين كنيسة ومبنى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وذلك بحضور وزراء العدل، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشؤون مجلس النواب وممثل الجهات المعنية وأعرب مدبولي عن سعادته بأن يتصادف اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس مع قرب الاحتفالات بأعياد الإخوة الأقباط مؤكدا استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة في الثالث من ديسمبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه فقد وفقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابعا ومن اليوم السابع نقرأ الثلاثاء الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي تحت عنوان الحماية المدنية تمشرة الكنائس خلال احتفالات الكريسمس نشر الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات وصيارات الإطفاء بمحيط 2500 كنيسة للكشف عن أي أجسام غريبة وغرف عمليات لمتابعة الحالة الأمنية لحين انتهاء الاحتفالات وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد من خلال انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشأة الهمة والحيوية والمواقع الشرطية والمراكز التجارية الشهيرة والمتنزهات العامة لتمشيتها بشكل دوري وتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة وكلفت إدارات الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة الكنائس تحسباً لوجود أي أجسام غريبة ويبلغ عددها قرابة 2500 كنيسة على مستوى الجمهورية مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيت بشكل دوري لزيادة التأمينات على الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات كما شددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة الكنائس بتوائفها المختلفة والطرق المؤدية إليها بالتنصيق مع إدارة المرور التابعة لها لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط دوري العبادة كما سيتم التنصيق مع المحافظة لمنع تواجد أي إشغالات في نطاقها كما سيتم تأمين أماكن المتنزهات والمنشآت والمزارات السياحية وكونيش النيل ودور السينما والمسارح والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الإجازات ومن موقع البوابا نيوز نقرأ يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي تحت عنوان الكنيسة القطية تنفي قطع علاقتها مع الأرثودكسية الروسية نفت الكنيسة القطية الأرثودكسية ما تنقلته بعض وسائل الإعلام بقطع العلاقات بين الكنيستين الروسية والمصرية وأضاف البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القطية الأرثودكسية بأن ما تم تداوله في هذا الشأن يخص الباتريارك ثي أدورس الثاني باتريارك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثودكس وليس قداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية وأكد البيان بأن العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الروسية علاقات ممتازة وأن هذه العلاقات لها حاليا عدة أوجه للتعاون المشترك بين الكنيستين على صعيد المؤسسات التعليمية اللهوتية وتبادل الخبرات الرهبانية والرعوية والإعلامية وأيضا في خدمة المجتمع المحلي في كل من البلدين والخدمة في أراضي الهجرة واختتمت الكنيسة القطية الأرثودكسية بيانها بتطلع الكنيسة القطية كما الكنيسة الروسية إلى مزيد من التعاون والتقارب والعمل المشترك بما يحقق صالح الكنيستين